انا جايب لكم الفيديوهات من ساعة ما محمد شوق على رحمة الله سقط في ارض المرأة اولا عربية الاسعاف ممتازة احدى استراز لكن مزودة بجهاز الصدمات ولا لا امعرفش بس العربية ممتازة هل في احد خبير هل الناس اللي جريت من المركز شباب الازازين ومن نادي كفر الشيخ مؤهلين برضو ما عرفش مش عارف ما قدرش اقولك انا عارف ولا مش عارف عمره وقضره انا كل اللي كان نفسي فيه ان احنا ناخد بالاسباب مش اكتر ولا اقل وشكرا الحقيقة للصفحات اللي قلولي اسم الصفحة جماعة اللي منزلة انا شفت مركز شباب الازازين وفي صفحة تانية وفي معلق محترم الحقيقة كان عنده الحس لو عرفت اسمه برضو قلولي عشان اشكره والقصة من بدايتها احنا دخلنا في حدود ثلاث دقايق في حدود ثلاث دقايق لحد ما بدأ التعامل مع الحالة ارجوكوا حطولي على الشاشة الكبيرة ادي المباراة ماشي هتيجي الطايم احنا هتنقول لكم لحد الوقتي هو مش باين في الصورة وباين انه مش واقع بص بقى اهو هنا واقع يبقى احنا من بداية الطايم هو واقع خلي بالك انت لحد الوقتي فات خمسة وعشرين ثانية ستة وعشرين ثانية بدأت الناس تشاور للحاكم هنا محمد على رحمة الله واقع في الملعب اللهفة بتاعت اللعيبة وبتاعت الحاكم خلاص بتوضح لنا انه فيه خطر هنا الناس دي نزلت البعض كما قيل لي عشان انا ما عنديش المعلومة الصحيحة بنسبة 100% كما قيل لي انه بدأوا يتعاملوا اهو على انه بلع لسان بدأ يتعاملوا على ان القصة بلع لسان هل قدرنا في الاول نحوط حوالين الولد عشان نعرف الشغل الاسعاف موجود الدكاترة موجودين لكن لا يوجد جهاز حتى هذه اللحظة لان الناس دي امكانياتها محدودة جدا هنا الاساس في هذا الامر هو وجود الجهاز بص ردود الفعل الاكشنات اللي موجودة بص الراجل ده تاني مرة او تالت مرة يحط ايده على دماغه والراجل رقم تسعة برضه بيحط ايده على دماغه وبدأ رد فعل اللعيبة يكون باين حتى هذه اللحظة محاولات كلها يدوية حتى محاولة انعاش القلب مش موجودة انا لانه هنا العمر لحظة والثانية بتفرق الحاكم عمالي نادي اللعيبة كلها وقفة مش عارفة حاجة الزعيق على عربية الاسعاف تعالوا تعالوا بدأ يتضح ان الحالة خطر بدأوا يحطوه على النقالة خلي بالك فالدقيتين دقيتين ولا يتم التعامل معظم التعامل على انه بلع لسانه ده استنتاجي عشان يكون امين يعني تعال يا بتاع الاسعاف اجري بتاع الاسعاف اللي كان لازم يكون من اول لحظة جوه الملعب كل الناس بقت في الملعب ملتفح وليه محدش دار عليه تعال كله بيسرخ بقى النادقيتين ونص تقريبا وحتى هذه اللحظة لا يتم التعامل الطبي الصحيح مع حالة الراحل محمد شاوي خلاص كله حط ييده على دماغه بقى النادقيتين واربعين ثانية وبدأ انا معرفش الصوت موجودة لا حتبدأ سرينة الاسعاف حضراتك تبدأ تسمع الصوتها وحتى الولاد الصغيرين نزلوا كل ده سيارة الاسعاف ما نزلتش ارض الملعب دخلنا في تلت دقايق تلت دقايق الا خمس ثواني دخلت سيارة الاسعاف بعد تلت دقايق بالتمام والكمال لسه لما حيتفتح الباب ولما حينزل الناس العربية على اعلى مستوى كان لابد في ثانية ان تكون العربية في الملعب يكون معها سواء المسعف او المنقذ او الدكتور او 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 مع الجهاز الناس اللي نزلت نزلت من غير جهاز بدأ تدخل كمان رجال الامن دخلنا في تلت دقايق ونص لعبة ملتمة حوالين الولد علي رحمة الله وكل حاجات لسه بتتكلم في اجتهدات كل ثانية هنا بتفرق كل لحظة هنا بتفرق لان انت داخل فاربع دقايق وبدأ يحط الولد يعيني في عربية الاسعاف وانا هكون اكثر صراحة ووضوحا انه الولد راح المستشفى متوفي كلينيكيا انت الحد دلوقتي اربع دقايق لم يتم التعامل طبيا نهائيا بجهاز اللي هو جهاز الصدمات اللي هو المفروض يكون موجود المسعفين كالترقال في خيرهم السوائين الاجهازة الطبية اللي موجودة في الناديين بس كل واحد على حسب خبرته اربع دقايق وعشرين ثانية بدأنا نتحرك اربع دقايق وعشرين ثانية دول بالزبط دول دهر من الزمن على حالة زي حالة محمد شوق رحمة الله بعد اربع دقايق ونص بدأنا نتحرك عشان نروح على مستشفى قول خات كمان خمس دقايق هنا المخ لا يتوقع يعني لا يعمل الاكسجين ما بيروحش للمخ فهنا بتحدث الوفاء الاكلينيكي دخلنا في خمس دقايق خمس دقايق دخلنا في خمس دقايق وكمل بقى هل المهم انه المطش كان يستمر هل المهم انه كفر الشيخ يكسب ولا الازازين يكسب ولا المهم حياة البني ادم وحياة الانسان اللي موجودة قدامنا هل احنا بنهتم بحد عشان مش عارب بيلعب فين ولا فين وما نهتمش بحد لانه بيلعب في ناد صغير ولا بيلعب في دور صغير انا هعملك المقارنة السريعة مع مباراة هولندا والمجر لما سقط مساعد المدرب مشكورين الزملة تعاملوا مع الصورة خلي بالك كل اللي حوالي دول كل اللي حوالي دول دول فاهمين بيعملوا ايه كل اللي حوالي دول فاهمين بيعملوا ايه من الزحمة والسلام ابدا لا بص حضرتك الغطى الكفر السطارة ابعد ابعد اشتغل عشان الناس تشتغل كل ده خلي باله حضرتك فيه ثواني هو كان على الدكر يعني ده مساعد مدرب كل ده بيحصل في ثواني لا زيطة ولا دوشة ولا هيصة مين اللي جوه المختصين مين اللي جوه المسؤولين ده ايريكسون او ايريكسون نجم المنتخب الدنماركي نجم نادي منشيس سارونايتل اللقطات اللي احنا شفناها ايام بطولة الامم الاوروبية كنا متأكدين انه مات ساعتها ردود فعل الجماهير واللعيبة من هنا ومن هنا والناس كلها لكن بص عد معايا عدد المسعفين اللي قدامك في الصورة واحد اتنين تلات اربعة دول مسعفين والناس اللي بتشغل ودول مدين دهرهم ولسه لو عندنا صور تانية حواليك السطارة او الكفر اللي تحط عشان الناس تعرف تشغل احنا شفنا كل ده على الهوى الناس بالشغل وعلى فكرة ده مش بتاع امكانيات ولا حاجة من ده خالص اللي انت بتشوفه ده بتاع ناس متدربة متعلمة فهمة وبالتالي بتقوم بواجبها وبتقوم بدورها رحل رفعت ورحل محمد شوقي هل سيستمر التعامل بالشكل ده مش عارف انا عايز اخذ بالاسباب